أكد أحمد بن زايد الزايد رئيس الديوان الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة مهد الإدارة العامة بباع على أن الديوان يسعى بالتعاون مع المهد إلى ضمان تدشين البرامج التدريبية التي تتلأم مع الاحتياجات التدريبية لموظفي الحكومة جاء ذلك خلال اللقاء التدريبية الذي نضمه معهد الإدارة العامة لفئة الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين بعنوان فهم الشخصيات في بيئة العمل والذي حاضر فيها البروفيسور طارق بن علي الحبيب استشاري الطب النفسي المين العام المساعد اتحاد الاطباء النفسيين العرب وأضاف زايد أن اللقاءات التدريبية التي تجمع القيادات الحكومية تحت سقف واحد تعتبر واحدة من الأليات المهمة التي نوصي دائما بعقدها لما لها من دور بارز في تطوير العمل الحكومية من جهته قال دكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة بيبا إلى حرص المعهد على تقويم المزيد من المرامج المتخصصة لفئة القيادات مشيرا إلى مساهمة معهد الإدارة العامة محليا في خلق سياسة التطوير والتغيير الإيجابي نحو الإنجاز في العمل الحكومي لدى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية لا سيما وأن المعهد درب حتى الآن أكثر من 35% من موظفي القطاع العام بالبحرين هذه الورشة العمل هي شففهم الشخصيات في بيئة العمل هي من المحاضرات والورشة التي تسهم في رفع الجدارة والكفاءة للقيادة في جميع وزاراته وحيئات الدولة خاصة هي مركزة هذه الدورة على الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ما شاء الله سيكون له نفع عام على جميع الموظفين في فهم شخصيات الموظفين ورفع الانتاجية وذلك أن يكون المدراء والوكلاء المكلمة السعودين فهموا نمط الشخصيات الموجودة من الموظفين ما في شك العمل الحكومي يحتاج إلى كثير من الطاقات والطاقات لابد معرفة كل واحد شنه له وعليه كيف ممكن استخدام هذه الطاقات اليوم لنا الشرف أن نكون معه كثير من الوكلاء والمساعدين والمدراء من الحكومة في هذه الدورة البسيطة اللي نحاول من خلالها أن كل واحد مسؤول يعرف نفسه ويعرف كيف طبيعة موظفين وكيف يستغل كل واحد منهم من استغلال الأمثل وكيف يتعامل حتى مع المواطن وكيف يتعامل مع المستخدمين وكيف ممكن يطور العمل على هذا الأساس إذا وضع الشخص في المكان المناسب قدرنا أننا بالفعل نستغل كل الطاقات مع بعض إذا كل واحد عرف ما هو نفسه وعرف كيف يتعامل مع الآخرين صارت بيننا الألفة وصارت بيننا التعاون ذكرت الدورة أنها تقوم أن الإنسان يستطيع أن يفهم نفسه ومن خلال فهمه لنفسه يستطيع أن يتعامل مع الآخرين وأيضا يستطيع من خلال ذلك أن يتقن إدارة الحياة من حوله والإدارة الوظيفية الموظف يتعرض لأنواع مختلفة من البشر إن لم يكن أدرك نفسه ابتداءاً وسماته الشخصية لن يستطيع أن يدرك الآخر لأنه يكون مفصول عنهم بحاجزه النفسي في سماته الشخصية ترجمة نانسي قنقر